مرحبا أقدم لكم نشرة أخبار ألمانيا ليوم الاثنين التاسع والعشرين من شهر مايو أيار الفين وثلاثة وعشرين مطالبة بإلغاء المعاش التقاعدي على سن ثلاثة وستين منذ عام الفين واربعة عشر هناك إمكانية بألمانيا للتقاعد المبكر في سن الثالثة والستين والحصول على معاش تقاعدي بدون اقتطاعات للأشخاص المؤمن عليهم على المدى الطويل ونتيجة لذلك يغادر الكثيرون سوق العمل في سن الثالثة والستين والرابعة والستين أي قبل سن التقاعد القياسي البالغ سبعة وستين بوقت طويل وبالتالي لم يعد الكثير من العمال المؤهلين تأهيلا عاليا متاحين للعمل مما أدى لإضعاف الشركات كما أن هناك نقص في العمال المهرة بألمانيا لذلك طالب نائب رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي تسي دي او إلغاء المعاش التقاعدي عند سن الثالثة والستين على الفور صدور حكم بالسجن المؤبد على لاجئ سوري صدر منذ أيام حكم بالسجن مدى الحياة على رجل سوري يبلغ من العمر ستة وثلاثين عاما بتهمة القتل العمد أمام محكمة شتوتغارت وبحسب المحكمة قتل السوري في مدينة أسبرغ بمقاطعة بادن فيتنبيرغ شاب تبلغ من العمر سبعة عشر عاما بدوافع دنيئة كالغيرة وحب التملك والسيطرة حيث قام بخنقها في منطقة الرقبة لأنه لم يتقبل فكرة أن الشاب أرادت قطع علاقتها به وربما كانت على علاقة برجل آخر جدير بالذكر أن الحركات اليمينية استخدمت القضية سياسيا لأن الجاني لاجئ من سوريا ولكن صدور هذا الحكم أظهر أن الدولة قادرة على التصرف إذا ارتكب اللاجئون مثل هذه الأعمال أو تورطوا فيها هام قبل الشراء بكرت البنك اعتبارا من الأول من شهر يوليو لن تدعم متاجر ألدي وليدل الدفع بكروت البنك التي تحمل شعار مايسترو كما أصبح من المعروف منذ أشهر أنه سيتم إلغاء إصدار بطاقات مايسترو جديدة بعد الأول من يوليو تموز ولكن جميع بطاقات مايسترو القديمة ستبقى صالحة حتى تاريخ انتهاء صلاحيتها وبالتالي يتعين على العملاء المتأثرين لاتصال بالبنك في الأسابيع القادمة للحصول على بطاقة بنكية بنظام دفع جديد جدير بالذكر أن بنوك للدخار شبا كاسن أعلنت عن استبدال بطاقات مايسترو بنظام البطاقات الجديد فيزا هذا العام في بداية الشهر السابع كان معكم في التقديم مادلين وفي إعداد وإخراج النشرة إلهان بوزان شكرا لكرم المتابعة وإلى اللقاء في فيديو قادم